في أواخر التسعينيات فشلت فورد اسكور في تحقيق النجاح المتوقع منها لذلك قررت شركة فورد أن تقوم بوقف إنتاجها وقرروا أن يعوضوها بسيارة جديدة برؤية جديدة وأرادوها أن تكون سيارة هاتشباك اقتصادية وشبابية لتستهدف فئات الشباب وأيضا أرادوها أن تتوفر بنسخة السيدان لتستهدف المزيد من الناس وهذا ما جاءوا به هذه السيارة لم تصمم لفئات الشباب فقط لكنها صممت أيضا لتنافس العملاق الألماني جولف أربعة بنسخة الهاتشباك لكن هل كانت على قدر هذا التحدي؟ تتوفر سيارة فورد فوكس نسخة الهاتشباك على خيارات محركات متعددة بدءا من الواحد فاصلة أربعة بنزين إلى اللترين بقوات مائتين وخمسة عشر تتوفر حصان في نسخة الهاتشباك فورد فوكس سيدان لا تتوفر على نسخة الهاتشباك بينما منافستها جولف أربعة تتوفر على خيارات محركات أوسع بدءا من الواحد فاصلة أربعة بنزين إلى تلاتة فاصلة اثنين في نسخة الهاتشباك R32 بقوات مائتين واربعون حصان نفس الشيء بالنسبة لمحركات الديزل تتوفر سيارة فورد فوكس على أربع محركات ديزل بسعة واحد فاصلة ثمانية تتراوح قوتهم بين خمسة وسبعون حصان ومائة وخمسة عشر حصان بينما جولف أربعة تتوفر على ست محركات بسعة واحد فاصلة تسعة تتراوح قوتهم بين سبعة وستون حصان ومائة وخمسون حصان السيارة التي لدينا اليوم هي نسخة السيدان هذه السيارة بمحرك ديزل واحد فاصلة ثمانية تي دي دي اي بتقنيات الحق المباشر للديزل وليست بتقنيات الكومون رايل السقي المشترك محرك الكومون رايل تي دي دي اي تم إنتاجه بين سنة 2005 واسنة 2006 محرك هذه السيارة التي لدينا اليوم يولد قوة تسعون حصان وهي منافسة لسيارات جولف أربعة بسعة واحد فاصلة تسعة تي دي دي اي بي تسعون حصان يوجد تقارب في سعة المحرك وكذلك تقارب في القوة وأيضا تقارب في الأداء نسخة الهاتشباك من فورت فوكيس وبنفس محرك الديزل واحد فاصلة تمانية تي دي دي اي تتسارع من سفر إلى مئة في اثنى عشر فاصلة أربعة ثواني مقابل اثنى عشر ثانية لجولف أربعة المنافسة لها بمحرك واحد فاصلة تسعة تي دي اي وتولد فورت فوكيس مئتين نيوتون من عزم الضوران في الفين دورة مقابل مئتين واثنين نيوتون من عزم الضوران في الف وتسعمائة دورة بالنسبة لجولف أربعة المنافسة لار كما نرى نجد فرق طفيف للجولف في المنافسة في الأداء لكن السيارة ليست فقط هي المحرك وأداء المحرك عندما يتعلق الأمر بالمنعرجات فإن هذه السيارة لديها أفضلية عن سيارات جولف أربعة وهذا بفضل النوابد المستقلة في العجلات الخلفية تضمن لك النوابد المستقلة في العجلات الخلفية أنه إذا تعرضت العجلة لأي عوائق في الطريق فهذا لن يؤثر بتاتا على العجلة في الجهة المقابلة ماذا ستقولون حول هذا يا عشاق غولف أربعة هذا النظام أفضل في الأداء وأيضا أكثر تكلفة ومع هذا وضعته شركة فورد كخيار أساسي في سيارات فوكس والتي كانت أرخص من جولف أربعة وكان يتراوح ثمنها في سنة 2000 بين 12 ألف دولار و 15 ألف دولار بينما الجولف أربعة كان يتراوح ثمنها بين 14 ألف دولار و 17 ألف دولار وضع النوابد المستقلة في العجلات الخلفية لسيارة اقتصادية لا أعتقد أنها فكرة جيدة وهذا لأن هذه السيارة التي لدينا اليوم نسخة السيدان تتصارع من صفر إلى مئة في 15 ثانية تقريبا وهذا رقم جد بطيء هذه السيارة حتى لو كانت بدون نوابد لن تشعر بأي فرق أمزح فقط صراحة أداء هذه السيارة في المنعرجات رائع وأيضا جد مريحة وهذا بفضل النوابد المستقلة في العجلات الخلفية تتوفر هذه السيارة على مساحة داخلية جيدة في الأمام والخلف ومساحة صندوق أيضا جيدة كما أنها تتوفر بخيارات متعددة كالمكيف التلقائي والمرايا الكهربائية وصندوق يفتح عن بعد أيضا صممت هذه السيارة بأفكار خارج الصندوق بالإضافة إلى وضع النوابد المستقلة في العجلات الخلفية في سيارة اقتصادية هذه السيارة تتوفر على مفتاح غريب الشكل لم أرى مثلهم من قبل هذا المفتاح الغريب يقوم بالأدوار العادية التي تقوم بها أو يقوم بها جميع المفاتيح بالإضافة إلى ذلك لديه دور غريب يوازي غرابات شكله وهو فتح غطاء المحرك أجل غطاء المحرك في هذه السيارة يفتح عن طريق المفتاح فقط لا يوجد أي مقبض في الداخل أو في الخارج فقط المفتاح مهندس فورد جاءوا بفكرة عبقرية وهي أنهم قاموا بتخبئة ثقب المفتاح خلف شعار فورد كل ما عليك أن تقوم به هو إدارة الشعار وإدخال المفتاح لفتح غطاء المحرك صراحة أجد هذه الفكرة رائعة ولا أعرف لماذا لم تستمر بها شركة فورد ومع المزيد من الأفكار خارج الصندوق هذه السيارة قام بتصميمها المصمم الفرنسي كلاود لوبير هذا المصمم الفرنسي كان كثير التدخين وربما كان يواجه مشاكل أثناء التدخين والقيادة لذلك قام بتصميم مدفأة السجائر في مكان مرتفع هنا قرب المقود حتى يتثنى للثائق المدخن أن يقوم بإشعال فجارته وإدفائها دون أن يشيح بنظره عن الطريق وأكثر من هذا يمكن أن يطفع سجارته دون أن يزيل يده عن المقبض وحقا هذه فكرة عبقرية من المصمم الفرنسي كلاود لوبير ترجمة نانسي قنقر أمان你就 capacity ترجمة نانسي قنقر أمانسي قنقر